الفشار الجميل والشكله حلو ده كان اصله الدره ده طب ايه اللي خلا الدره ده يتحول الفشار الجميل ده الحرارة خدناه اي حد بيعمل فشار واي حد بعمله في البيت او عارف او الراجل بتاع الفشار بيعمل ايه بياخده كده يحطه على حضرته على النار يولع تحته يدوله حرارة معينة ويقفل عليه يدوله ضغط وحرارة يقوم ايه يقوم يطلع الشكل الجميل ده ويكون لي لازمة اصلا في الحياة ويتاكر والدره برضو كده كده لازمة بس يطلع الشكل الجميل ده عايز تقولي يا جيو سام الله صلى الله عليه وسلم ما ينساش الحكمة دي ملخص الكلام يا جماعة اي ضغط في حياتك يمر عليك افتكر حطة الفشار واعرف ان الضغط او المسئولية او اللود او الاسترس او الضيق النفس اللي انت فيه شوية او اللي انت هتقابلها رسلا بعدين او بعض الايام الحياة مش كلها ضغط ولا كلها وردي شوية كده وشوية كده لما تمر عليك ايام الضغط والمسئولية افتكر حاجة مهم افتكر قصة الفشار وان المسئولية دي ممكن تطلع اقبل ما فيك ممكن تطلع صفة فيك ما كنتش عارف انها موجودة على فكرة جماعة ساعات في وقت من الاوقات بتلاقي نفسك موقف كده حصل فانت اتصرفت فيه بطريقة معاناة اول ما تفكر فيه او ترجع كده الموقف تقول ايا الله انا مش عارف ان اعملت كده ازاي بس انا مبسوط ان انا عملت كده انت فيك صفات انت مش عارف بتطلع ازاي مع التجارب والاحداث ومع الحاجات اللي بتحصل لك في حياتك وربنا بيدايما في كل حاجة بتحصل لك بيديك دروس وبيعلمك حاجات وبيقوي شخصيتك مش قصتنا دلوقتي القصة المهمة ان لما يمر عليك زي ما قلنا بمسئولية او ضغطة او لوت او اي حاجة في حياتك دلوقتي او بعدين اعرف بجد انها ممكن تطلع فيك حاجة جواقي او حاجة من جواك ما كنتش انشايفة ان ممكن الضغط والمسئولية دي تخرج روح حلوة جواك تخرج حاجة من جواك يكون لها لازمة بعدين تقويك وتخلي شكلك اجمل مش شكلك اللي هو شكلك الخارجي لأ شكل روحك اجمل تقوي معدنك وتقوي صلابتك تقويك من جوا تخليك بجد واصل لحد الندوج لحد الكمال والكمال اللي هو وحده ملخص الكلام لما تمر بحاجات كتيرة في حياتك وكلنا لازم نمر بحاجات كتيرة وابتلاءات من عند ربنا وامتحانات من عند ربنا في الدنيا سواء مرض او تعب او فقد حد منحبه او شوية مرض في الدراسة او شوية لود ومسئولية وتعب لازم افتكر قصة الفشار دي وافتكر ان المحنة اللي انت فيها دي ممكن تكون منحة من عند ربنا يعوضك على حاجات بجاعدين ويعوضك على حاجة لولا شوية المرمطة اللي في الأول لولا الضغط اللي كان عندك في الأول لولا اللول والمسئولية والمرمطة في الأول ما تكونتش أصلا ربنا عوضك ولا يجزيج بحياة جميلة وحياة كريمة ويغير من شخصيتك ويغير من تفكيرك ويغير من روحك ويعوضك بحاجات كتير حلوة في صفات تكتسبها كانت جواك والضغط والمسئولية والتعب شوية هو اللي طلحها أصلا لولاها ما كنتش في الآخر كنت نشفت أو كنت قويت أو تعلمت حاجات جديدة أو غيرت من صفاتك كان زمانك من الآخر عائل طري دورة مالكش لازمة فمنخص القصة لسترس واللود المسئولية ساعات بيقوى معدننا وقوى شخصيتنا وقوى روحنا ويخرج أجمل ما فينا ويخرج صفات كانت موجودة جوانا لولا الضغط والسترس والمسئولية ما كانتش تطلعت أصلا اقعوا تنسوا القصة دي ربنا يخف عنكم كل ضغط وكل مسئولية وكل لود وكل حمل وكل ابتلاق ورزقكم العرفية والعرف والعرفية في دونا والآخر يا رب آخر حاجة أقول لك الدعاء الجميل ربنا ننصر أموركم وسعيد لكم وحق أحلامكم فرجوا منكم حتى الآن آمين آمين